السلام عليكم أعزائنا طلبة صف سادس نرجع نكمل الفصل الأول موضوعنا اليوم راح يكون الأنشطة الخلوية التي تحدث في الخلايا كل خلية لها نشاط خلوي معين تنجز الخلايا اللباتية أو الحيوانية الأحديد من الأنشطة طبعا هذا ينعكس على نشاط الكائن الحي أهم هذه الأنشطة هي عبور المواد عبر الأخشية والنشاط الثاني اللي تقوم بي الخلايا هو الأيض الخلوي عندي أولا أهم من النشاطات هي عبور المواد عبر الأخشية رتعرف المواد شون تمر عبر الأخشية الحية والغير حية تعد عملية عبور المواد إلى الخلية وخارجها يعني راح يكون عندي فانتقال مواد ما بين الخلية وما بين محيطها خارجها من العمليات الخلوية الأساسية التي تنظم الأحوال الوظيفية الخلوية ويتحد بمجبها تنظيم خروج المواد الأخراجية والماء من الخلية إذن راح افتهم شون راح تدخل المواد اللي تدخل إلى الخلية مفيدة أو ضارة الأكثر المواد تكون مفيدة ولما تتم عندي عمليات داخل الخلية أكو مواد إخراجية شو راح تتم الخلية التخلص منها ولهذا أهمية في حفظ واستمرار العمليات الحيوية للخلية وبناء المواد الحية منها عندي طرق مختلفة وعمليات اللي تقوم بيها الخلايا الطريقة الأولى هي الانتشار شنو نقصد بالانتشار؟ حركة الأيونات والجزيئات خلال وسط معين من مناطق التركيز العالي إلى مناطق التركيز الواطئ ملاحظة ما يحصل بها صرف طاقة يعني الجزيئات والأيونات راح تتحرك بحرية تامة بدون ما تستهلك طاقة بدون ما تحتاج أنه تستهلك طاقة طبعا عندي الغازات مثل الأوكسيجين وثاني أوكسيديكاربون والمواد القابلة للذوبان في الدهون من الهايدروكاربونات والكحول هي مواد المذابة اللي يمكنها الانتشار عبر الأخشية الحيوية اللي هي الأخشية الخلية بحرية تامة عوامل اللي تأثر في عملية الانتشار عديدة هاي أتركها إليك تجاوبها يا العدم في الانتشار استهلاك طاقة مثل ما ذكرت هنا يعني ما أحتاج إلى صرف طاقة الانتشار يتم بحرية تامة بسهولة بسلاسة بدون ما تستهلك الخلية طاقة بدون ما تحتاج إلى صرف طاقة لو أريد أطبق تجربة حتى يوضح أن دي عملية الانتشار طبعا بالعين المجردة رح نضع بلورات الكبريتات النحاس أو بربنقنات البوتاسيوم في إناء زجاجي طبعا إناء زجاجي حتى تمكننا من الرؤية يحتوي على ماء نلاحظ انتشار المادة الملونة الناتجة من الذوبان البلورات في الماء هذه اللي هي البلورات هذه الحمرة وهذا البلأزرق اللي هو جزيئات الماء رح نشوف أنه تنتشر المادة الملونة عبر المسافات القصيرة بينما يقل انتشارها عبر المسافات الطويلة اللي يقصد به أنه الانتشار ما يتم بفس الوقت انتشارها هنا لا أول مرة رح تنتشر بالمسافات القصيرة بعدين ورى فترة معينة ممكن أن تنتشر إلى المسافات البعيدة إذن تنتشر المادة الملونة عبر مسافات قصيرة بينما يقل انتشارها عبر المسافات الطويلة ذلك يعود إلى أن المسافة التي تقطعها الجزيئات المنتشرة تتناسب طرديا مع زمن الانتشار ومع مرور الوقت المادة سوف تنتشر في كل أجزاء الإناء الخارجي رح يكون عندي شكل بهالشكل رح تنتشر المادة اللي هي هذه انتشرت هنا قليل بعدين انتشرت للمسافات البعيدة النشاط الآخر اللي ممكن أن يحصل به ظاهرة انتقال المواد اللي هي النفوذية تمثل ظاهرة تبادل المواد بين الخلية ومحيطها عبر الغشاء البلازمي بين الخلية ومحيطها ويتم ذلك عبر الغشاء البلازمي تستطيع الخلية أن تمتص المواد الغذائية هاي إذا وجدت في وسط غذائي مناسب ويجب على المواد أن تمر خلال الغشاء البلازمي ويجب أن تتميز شو راح تمر لازم إلها ميزة أنه قابليتها بذوبانها في الماء لماذا حتى تمكنها من العبور خلال الغشاء ومجرد وجود المواد الغذائية خارج الخلية ما يعني بالضرورة أنه بإمكان الخلية استغلالها فعلى هذه المواد لازم تمر خلال الغشاء البلازمي زيني شون تمر لازم إلها فاتميزاً أنه قابليت ذوبانها في الماء بدلجة معينة حتى تتمكن من العبور خلال هذا الغشاء ملاحظة بالنسبة للنواتج الأخراجية والمواد الفضلات أيضاً تتميز بقابليت ذوبانها في السايتوب لازم حتى تستطيع العبور إلى خارج الخلية لأن الفضلات والمواد والنواتج الأخراجية لازم ما تتجمع داخل سايتوب لازم الخلية إذن لازم ضروري أنه يتم عبورها خارج الخلية تصنف الأخشية تبعاً لقدرتها على نفاذية المواد إلى الأخشية ذات النفاذية التامة أخشية تنفذ المواد من خلالها بغض النظر عن طبيعتها أو حجم جزيئاتها مثل عندي الجدار الخلوي أخشية شبه نفاذة لا تسمح بمرور الذائبات بنفس معدلات عبور المذيبات أكو عندي فرق بين المذيب وذائب أخشية ذات نفاذية اختيارية أخشية التي تسمح بعبور المواد اختيارياً تابعاً لحجم الجزيئات مثل عندي الغشاء البلازمي طبعاً نفوذية الغشاء البلازمي تتأثر بعوامل داخلية وخارجية وترجة حرارة البيئة الوسط بي اتش حمضية وقاعدية الوسط النوع الرابع أخشية غير نفاذة مثال عليها النايلون وتتغير حالة الغشاء البلازمي حسب تغيرات العوامل الداخلية والخارجية زين تدخل بعض المواد إلى الخلية من خلال الغشاء البلازمي ولكنها لا تستطيع أن تخرج من الخلية بسبب أنه رح يتم احتجازها من قبل المواد الغروية في السيتوبلازم أو أنه تتحد مع مواد أخرى مكونة جزيئات ما تسمح بالغشاء بنفوذها في ذلك عندي هالسببين أنه بعض المواد ممكن أن تدخل بس ما تستطيع أن تخرج الحركة الثانية اللي يقوم بها الأخشية التناضح حركة جزيئات الماء خلال غشاء اختيار النفاذية طبعا هذا تبعا لاختلاف التركيز ويتم حركة جزيئات الماء وفق قانون الانتشار وأن التناضح هو حالة من حالات الانتشار راح راح يتم عند التناضح من منطقة التركيز العالي للماء إلى التركيز الواضع ويتم ذلك وفق قانون الانتشار لو أخذ تجربة نستخدم غشاء ذو نفاذية اختيارية مثل غشاء السيلفان مربوطا بإحكام في نهاية أنبوب مقمع في نهاية قمع يعني أنبوب مقمع راح نملأ القمع بالماء المغطى ويوضع في حوض زجاجي يحوي على ماء مقطع بحيث ولاحظ يكون مستوى الماء داخل وخارج القمع في مستوى واحد يعني نفس الشكل هذا يوضع بصورة مقلوبة في داخل الاناء يحتوي على ماء مقطع بحيث يكون مستوى الماء داخل وخارج القمع بمستوى واحد عند إضافة محلول سكري إلى القمع هذا راح نضيف محلول سكري إلى القمع منه نلاحظ ارتفاع مستوى الماء في أنبوبة القمع الزجاجي مشيرا إلى أن الماء يمر من خلال غشاء السلفان إلى المحلول السكري في القمع راح يسبب عندي ضغطا هيدروستاتيكيا وعندها يتوقف دخول جزيئات الماء عندما يتساوي الضغط الهيدروستاتيكي مع الضغط التلاضح ذكرنا ببداية التجربة أنه مستوى الماء داخل الأنبوب المقمع يكون يساوي مستوى الماء خارج لكن من أضيف الماء هنا المحلول السكري راح يتسبب دخول جزيئات الماء وترتفع عندي مستوى المحلول في داخل الأنبوب أعلى من مستوى في الخارج هذا ما يعني أنه راح يبقى يرتفع يرتفع ويتم خروجه لا راح يرتفع لمستوى معين ويتوقف لأن راح يساوي عندي الضغط الهيدروستاتيكي مع الضغط التناضحي لو آخذ تجربة ماذا يحصل عند وضع تخلي حيوانية في محاليل مختلفة محلول متعادل التركيز واط التركيز عالي التركيز أو الماء المقطع راح أقسم المحاليل تبعا لتركيزها التناضحي إلى ثلاثة أنواع المحلول متعادل التركيز فيه يكون تركيز الماء خارج الخلية مساون لتركيزها في السايتوب لازم فالخلية هنا لا تكتسب ولا تفقد مي النوع الثاني محلول واط التركيز هذا المحلول يتميز بتركيز منخفض من المواد غير النفاذة هاي إذا ما قرنت بالمواد الذائبة في السايتوب لازم فالخلية راح تكون عندي تكتسب الماء إذن تكتسب الخلية الماء وقد يؤدي دخول الماء إلى انتفاخ الخلية الحيوانية وتمزقها لأن في حالة تدخل هذه الجزئات راح تحتجزها بعض الجزئات الموجودة في السايتوب لازم فما تسمح لها بالخروج فالخلية تدخل الماء فما تطلع فيؤدي إلى انتفاخ الخلية الحيوانية المحلول آل التركيز يتميز هذا المحلول بتركيز عال يكون أعلى من المواد الذائبة بالمقارنة مع السايتوب لازم يعني راح أضع الخلية في محلول آل التركيز ولذلك فإن حركة الماء تكون من السايتوب لازم إلى المحلول الخارجي راح تخرج عندي جزئات من السايتوب لازم إلى المحلول الخارجي فمرت ترجع تدخل إحنا نقول الغشاء البلازمي تتم بحرية حركة دخول جزئات الماء وخروجها هنا راح تدخل تحتجزها المواد وما تطلع فتنتفه هنا راح تخرج من السايتوب لازم وتحتجزها المواد بالمحيط الخارجي فما ترجع تدخل فراح يصير عندي حالة انكماش الخلايا حجم الخلية في الخلايا النباتية لا يتغير مقارنة مع الخلايا الحيوانية عندما يوضع في محلول عال التركيز وذلك نظراً لوجود جدار في الخلايا النباتية طبعاً هاي نعرفها إحنا بالإضافة إلى الغشاء البلازمي يوجد عندي جدار خلوي وما يحدث في الخلايا النباتية هو ابتعاد الغشاء الخلوي اللي هو الغشاء البلازمي عن الجدار الخلية هذا أسمي البلزمة طبعاً عندي هنا الرسم هذا إذا خليت الخلية الحيوانية ما أخذ هنا خلايا الدم الحمر في محلول متعادل التركيز سيتم خروج جزيئات بنفس معدلات دخولها فتبقى الخلية مثل ما هي إذا خليناها في محلول واطئ التركيز راح تدخل جزيئات أكثر من مقدار خروجها فرح يتم انتفاخ الخلية وبالتالي انفجار الخلية في محلول عالي التركيز راح تخرج جزيئات الماء أكثر من دخولها فيسبب فقدان الفجوة أو الخلية لمائها الموجود في السيتوب لازم فرح تنكمش الخلية هاي بالنسبة للخلايا الحيوانية أما بالنسبة للخلايا النباتية هاي الحالة بالنباتية أيضا في حالة أخليها في محلول متعادل التركيز تبقى نفس ما هي أو في حالة أخليها محلول واطئ التركيز راح تدخل فرح تنتفخ في محلول عالي التركيز راح تبدي تنكمش وابتعاد نفس ما عرفنا ذكرنا قبل قليل ابتعاد الغشاء اللي بلازمي عن الجدار الخلوي هاي اسميها البلزمة زيان أقدر أعالجها البلزمة البلزمة أقدر أعالجها ماذا يحدث عند وضع خليا نباتية في محلول عالي التركيز عندي خليتين نباتية وحيوانية وثيناتهم خليتهم في محلول عالي التركيز شون أعرف الفرق زيان إذا أريد أحفظ المواد الغذائية أخليها في محلول محالي ملحية أو سكرية زيان أقدر أعالج البلزمة عملية اسمها إزالة البلزمة نجي للبلزمة ظاهرة ابتعاد الغشاء البلازمي عن الجدار الخلوي في الخلايا النباتية لماذا؟ لأنه ناتج من خروج جزيئات الماء من السايتو بلازم وهذا بسبب وضعها في محلول عالي التركيز وفي الخلايا النباتية ما يتغير حجم الخلية مقارنة مع الخلايا الحيوانية لماذا؟ لأنه موجود عندي الجدار الخلوي فالتغيير رح يكون عندي في الخلايا الحيوانية أكثر من النباتية تنكمل الخلايا الحيوانية عند وضعها في محلول عالي التركيز ويستفاد من ذلك في حفظ الأطعمة من التلف هاي عرفنا الجو الأملية المعاكسة اللي هي إزالة البلزمة حالة عودة الخلية إلى وضعها الأول الاعتيادي نقصد به قبل الانكماش هذا يحصل عند إضافة ماء إلى المحلول يا محلول الخارجي لماذا؟ لأنه قلته عالي التركيز فحتى خففه أخليه يكون متعادل مع داخل الخلية إذن عندي تعريف الضغط التناضحي هو الضغط الذي يجبر جزيئات الماء بالمرور خلال الغشاء اختيار النفاذية وحتم هذا من منطقة التركيز العالي إلى التركيز الواطن ويعتمد طبعا على تركيز المحلول ودرجة الحرارة الضغط الهيدروستاتيكي هي القوة الناتجة بسبب دخول الماء من التركيز العالي للماء إلى التركيز الواطن للماء وهي تم طبعا عبر غشاء اختيار النفوذية خلال الأنبوب المقمع رح يسبب عندي ارتفاع المحلول السكري فيه يعني في الأنبوب المقمع من راح يتعادل هذا الضغط مع الضغط التناضحي يتوقف دخول الماء إلى الأنبوبة ويصبح الارتفاع في الأنبوبة مستقرا إلى حد المعين هذه من تجيني تعليل أرفت الجواب وشكرا